اشتركوا في القناة ولا مرة حكيت هذا الشي بس اذا عم بحكيه هلا تحرش من حدا استمره سنين من كل ثلاث بنات تكلمهم على اقل واحدة من ثلاثة بتقولك مريت في شي بس ما حد ياسي يتكلم ويد حتى عن الاولاد اللي مروا في هالشي ما تقول لأولادك لأ مجبور تغمر فلان او تحب فلان او تبوس فلان ما بعبد حدا او بوس حدا او بغمر حدا زماني حاسة لو عمري كان سنتين او سنة اكثر شي مؤلم حد قاللك وما تقدر تنساه اعملوا سبسكرايب و لايك واضغطوا زر الجرس موسيقى اعملوا سبسكراه اعملوا سبسكراه اعملوا سبسكراه بصراحة كيف حالك نيح اكيد طلعت ونزلت ككل الناس يعني بس انه هلأ أم جد واليوم اليوم كنت قاعد لحالة هيك من مبارح فهيك عم فكر بقصص العلاقة بالحياة بس نيح انا هيك بشرج لحالة بس انه أم جد يعني ام جد بالنسبة لغير محلات يعني طارق في الحياة دايما بتكون هيك سهلأ بمطرح لذيذ مش أحلى شي بحياتي بس انه ام جد مرأت بأسوأ اكيد شو اللي خلي نيكولاس يكون في مطابة تحت ولي حفرة هنسميها معطوه مطابة فوق في حفرة شو اللي نزل نيكولاس شو اللي يتعبك ليك اوقات بحس ماي كاركتر بتاع ابني مش بس الناس أوقات أكيد بتزعل لأنه حدا قريب منك مريض بتزعل لأنه حدا قريب منك زعلان أوقات دور معين بأثر عليك بنزلك لأنه بتكون أنا حدا لما بشتغل كتير بشتغل بالمخزون إذا بدك تبع حياتي يعني يعني دايما بجرب قدمة فيه حط كل شي مرأ معي بحياتي بأدوار أو بمشاهد معينة سهول لما بترجع بتعيده كذا مرة بعرف انه منه شي كتير هالتي نفسيا بس I cannot do it otherwise so بس يخلص بحس حالة أشطب أم فأنت تنغمس وتتعمق في أدوارك أن يوم تطلع من الدور تحس خلاص أعطيت كل شي إيه كأنك تضرين ما بقى فيه أنيرجي بدك تاخد نفس وترجع وتشرج وشو اللي يرجعك تشرج كتير إشي أوقات البحر وقعدت لحالة بحر كتير بالنسبة لمصدر peace للشريج أوقات قاعدة معك كم حدا من رفقات الإقراب ووقت بالبيت مع العائلة يعني هول كلهم بشرج منهم حلو و لو أقول منو أنت نيكوليس حلو السؤال أنا حدا مين أنا أنا حدا خريب ولا مرة بعرفة نوم ولا مرة مفكر مين أنا أنا حدا بحب كون عدة أشخاص خيال من هيك بمثل يعني يعني حدا كتير يمكن لأنه ما كتير بعرف عبر بالحياة بمثل يعني أنا بالحياة كتير قليل تعرف عبر عن أشياء كتير قليل تعرف أقول لناس مثلا إذا بحبهن إذا ما بحبهن إذا أنا جميل بكل شي بس كتير في هذا يعني كتير في هول سو بتخيل هول بيطلعوا بس بالتمثيل بتخيل من هيك بمثل لأنه بعيش قصص يا أما كان بدي عيش أو ما بقدر بالحياة يا أما صار شيء إذا عم بمثل دور عندي أم وأنا فقد أمي مثلا كتير بحس حالي أنه عم برجع عيش هالحياة أنا حدا كتير بشتاء للأصص حتى مرت بتقلي هيك بتقلي إنه بمحل مشكلتك إنك كتير بتعيش بالباست مجيطة عمين حدا بعيش بالباست مجزء منك أه تعرف شو مرات نحنا كبشر نسوي شو إنعظم الماضي يرومانتسايز دائما الإنسان يوم يتذكر الماضي يقول أيام المدرسة وأيام الجامعة وأيام السفرة وأيام المطعم مظبوط ما تتذكر سبحان الله معنا عقل الإنسان تقريبا مصمم إنه يركز على السلبيات أكثر عن الإيجابيات بس لو متذكر حتى العلاقات سابقة تتذكرها تتذكر بس كأنه الإنسانة كانت ملاك أنت بتكون عايش حياتك بس مصدق كيف تفل يعني غريب عشان أول مرة أفكر في معاك عقولنا لو نحصت الكومنس على السوشال ميديا نركز على السلبي بكتير كل حد يمدحك وسيم وسيم حلو جميل 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 زورك حلو واحد يقول أنت قبيح تقول أخي بتلاحب هالشي مظبوط فعقولنا برمجة تروح صوب النقطة أظن جوابته شو جواب؟ يقول لك أن عقل الإنسان ليش يركز على السلبيات أكثر عن الإيجابيات عشان لو نرجع في خلقة الإنسان العقل دائما يحاول يحميك لو أنت مثلا أيام الغابة والأيام الصحراء قبل آلاف السنين أي صوت غريب أي شيء سلبي جسمك يفزع فلازم تحمي أهلك وتحمي ولا تقتل شيء فالإنسان عقل مصمم أنه دائما يركز على أي شيء سلبي عشان يشوفه كخطر كثرت فبس لازم تكون في الحاضر الماضي فات الماضي خلص راح ما في خطر لك ما بيشكل لك خطر فشوف الإجاب فيها واجهة نظر هي فيها واجهة نظر فدام يوم الإنسان يعيش في الماضي الماضي يقول والله يام حلوة وكده بس يمكن مر في الزبالة تحب بس لا يركز يقول لا كان حلو لا ليك بس فيه ناس بطبعة كمانا كتير نوستالجيك أكتر مهيرة فيه ناس بتشتاء الأقصص أكتر مهيرة فيه ناس أهيان عليها تفل أهيان عليها تمشي أهيان عليها التغيير فيه ناس مثلا تكريب فور تشينج إذا بدك وفيه ناس العكس هاي كمانا كاركتر حاس فيه شي ما عم تقوله مزبوط إيه بس أصداد إيه بس أصداد حسلا فيه شيء أوقات بالكاركتر تبع الإنسان فيه ناس أكتر بتتعلق أنا يعني فيه ناس تتعلق بأشي أوقات بغراد مش بس بناس أو بمحلات فيه كمان معين بكون عند ناس أقوى من ناس هو صح عشان تي دايما موضوع المدتيشن والجلسات التأمل دائما يحاولون يعلمونك أنك تركز على الحاضر عشان الإنسان اللي يركز على المستقبل هذا هروب الإنسان اللي يركز على الماضي بعد هروب من الحاضر كلهم هروب من الحاضر انت مش ممركز مبسهل أن نركز تقريبا مستحيل أي إنسان ما يفكر في المستقبل وتقريبا أصلا مستحيل مستحيل أنا مش فكر في الماضي أنا مشكلة تفكر في الماضي أكثر من المستقبل تعليش أبدا ما عندي شيء يعني ما عندي أبدا لا خوف من المستقبل ولا بلاننج للمستقبل ولا عندي ايه كتير قليل أنا عادي دون بلاننج أنا خططي من السنة كتير رواء أنجع يعني أنجع السنة إنه إذا أطعم بس بعد لا تنسى لو أحد متعود على مفاجئات في حياتي يعرف أنه ما في فائدة وادي يركز على المستقبل عشان أي مفاجئة تي تعطيك كف مصبوط وما في فائدة لازم تعب تتأخلى أوكي إذا عنا لوحة بيضة وطلبت من نيكوليس يرسم حالة النفسية شو بترسم؟ برسم سمكة سمكة زرق بحس ليش؟ لأنه كتير بحس حالة بمحل حالة بتخيل بشبه السمك يعني أكتر فلوتينج إذا بدك وفلويد وبروحك بالماء وحس حالة أكتر سيكيور بالماء يعني مثلا أنا وصغير ولا مرة كان بدي أطير يعني سوبرمان ما كان يعني يلي كانت حلمي عيش تحت الماء كل حياتي إذا بقدر ما أتنقص أكتر هداك العالم من هيدا أو من أطير ما بحب ما بحب الجو حالة النفسية ليه سمكة؟ لأنه بمحال بحس إنه مثل إنه هي إذا بدك عم عم ثبت حالة يعني هي أوكي هيدا أنا إنه شوف أنت وين أو كيف بتشوف حالك بحس هيك مع تقلبيت أو كل شيء ما فليت تشوف أنا سمكة متقلبي بشوف حتى من كيف تصبح ما في هيك في كله يعني في هيك كتير هو بحس حالة مش ثابت هم相كوا مان موا Besouperman ايه أكتر بكتير اوكي أوكي خبرني نيكوليس عن طفولتك وعن شبابك هالمرحلتين طفولتي كانت طفولت صعبة شوي انا وصغير كنت كتير 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 معلقة بأهلي وبالبيت يعني أنا كنت من نوع الولاد يلي ما كان أبداً عباده اللي يظهروا يلعبوا كنت حتى المدرسة كنت كتير شاطر في المدرسة يجيب علامات كتير عاليين بس كنت دائماً نفضل يقعد بالبيت خاصة إذا أوف يعني كان البيت يشكل كتير أمان مع أنه خلقت أنا في لبنان وقت الحرب الأهلية سو كان عموقات كتير في أزايف في أصف كنا عموقات نطلع على المدرسة يبلغش الأصف يدقل أهلنا تعاو خدوهم ننزل النام بالملجأ تحت الأرض كل البنية ننزل تنام تحت لأنه كان فيه أصف وحرب بس بتخيل لهذا شوي بيخليك تاخد تحس البروتيكشن أو السيكوريتي المعينة من أهلك يعني هذا بقربك بحيث هذه ظروف بتقربك من أهلك أكتر وأنا بطبيعتها كانت هيك يعني كنت كتير انتروفير كان عندني مشت كتير كبير لأنه كنت بأول التينيجيز بدك حتى أصغر شوي عمر 11-12 كنت كتير ناصح سمين وكتير قصير كانت تحس كتير بإنسيكوريتي حوال الناس وهذا الشيء كمان أكتر قربني من أهلي بتخيل أهلي كانوا ناس كتير منح يعني كان ما في شيء بدنا ما يعطونا إياه مع أنه ما رأوا بفترة كتير صعبة يعني نبين من الناس اللي كتير تأثروا معدياً الحرب اللبنانية كان عايش كل حياته بأفريقيا رجع على لبنان قبل ما تبالش حرب الأهلية بسنة أو سنتين فبتعرف الحرب الأهلية كتير نزلت عالم ماني وايز عم بحكي فاينانشيلي بس كانوا قد ما فيه أنه يجربوا يحسسونا أنه بس أنا من أنا وصغير كنت حدا كتير سنستيف سو كنت حس بالإشياء لو ما أقول وما كنت محلات شارك معهم أني حاسس كأنه إذا بدك تركهم يحسسونا أنه كل شيء ميح حتى هنما يضايقوا وبتخيل لهذا شيء كتير خليهني واع على حياته قبل قبل وقته وفي أي عمر بتدي تحسوا بالبيئة هاي؟ يعني من ثمانة تسعة سنين هيك كنت حس بها هو القصص يعني هاي؟ وبيئة كان حدا كتير اموشنال يعني كان أنا بتخيل أنا عندي إياها منه هال اموشنس فكان يعني بيئة من نوع الناس اللي كان معقول إذا حضر بنشرة الأخبار أنه في حدا مات باليابان ولد صغير خاصة مات باليابان يبكي فكان هلقات حدا أحساسه هيك بس أنا تعلمت يكون عندي هالإحساس بس مش تعلمت تعلمت دوب هالإحساس إذا بدك مع أنه كان عندي من هيك كبولت ما كتير بعبر بتخيل طيب انه كنت حس أنه هادا الشي بيئذي اااااااااااا اي قوضتوا علي بتفاصيل كتير صغيرة مثل أنه ضهرات معينة مثل تحس أنه بمحال أنه و هن كتير عم يحرموا حالهم من اشياء كرمالنهم وبنفس الوقت بتصير تقدرهم اكتر لما تشوف هن كيف يعني تشوف كيف كيف كانوا مع وعدين يعيشوا وكيف صاروا عم بعيشوا بس لحتى ان احنا لدينا مجموعة أفضل إن كان مجموعة أو كل شيء فهذا الشيء كتير اثر فيي أنا وصغير تحس لرجل مثل الوالد الله يرحمه إن يكون عايش على مستوى معين يقدر يوفر للأهل بعدين تتيلة وعكة مجتمع واقتصاد وتنزل هاي ومو بأنه هو فشل في مشروع البلاد كلها تأثرت تحس هذا وادي أثر على نفسية الرجل وللأب كتير أنا بتذكر بي يعني بي راح وهو بمحال بتحس فيه ندم كيف رجع على لبنان لأنه رجع بطايمين كتير غلط وحتى بتعرف أنا ياللي بيربى بره يعني بي ترك لبنان كان عمره ست سنين راح مع أهله على دكار سنجال وبعدين رجع على فرنسا عاش هونيك كل حياته لا اجعل لبنان عمره 34 و 35 سنين سو حتى اللي بيربى بره ما عنده ما بدي بيين عم بحكي بطريقة سيئة زي بدك عن الشعب اللبناني أو العربي بشكل عام بس ما عنده الكاركتر طبعنا نحنا كعربي اللي زي بدك بيمشي مع الماشي وبيوقف مع الواقف وبيقض مع القاعد هو ده يمكن ما رف كيف نوراته يمكن قدم مرأنا بحروب بتخيل كيفنا نكون هاك سو هو جاية كايندوف حدا كتير بيور ليكون بالبنان خاصة بوقت الحرب يعني وبمحل كتير اللي أثر عليه هو لما جرى بيفوت زي بدك الشراكات مع ناس بس ما كانوا هونست قد ما هو كان هونست سو هيدا الشي اللي بتخيل نوينج مايدال للأسف ولا مر حكينا بهيدا الشي بس نوينج هم وقد ده بقدر الناس وبحب الناس وحدا قد كلمته بتخيل هذا الشي كان يجرحه بعد أكتر من قسة المصاري يعني كان يحس حاله كأنه حدا أبعته من محال وحطيته بمحال ما بيشبهه هاي ويت صعب يعني لأي إنسان أحسه يطلق ما يربع في بلاده ويرجع لا بلاد الغرب اللي كان عايش فيها متقبلينه ولا بلاد الأصلية متقبلينه عشان هو يسمونه ثيرت كولتشور كيدز متعرف وين تحطها وهو يحس إن الهوية ما حد هني قابلني مية في الامية ولا هناك كانوا قابلين بمية فيه وين دون حط نفسي مظبوط مظبوط لعن عندك من الاثنين من عندك الهندر برسانت بمحال مايين في الإيجابيات عشان ما بيكون لبناني طبيعي بيكون لبناني مع مميزات غير أكيد أكيد ومثلا مواهب غير عنه أكيد بس بعد في نفس الوقت اي ممكن مايعرف المزحة اللي في الحارة يتكلمون شيء ومش فاهم مظبوط طبعا الليكور فيه شيء بسيطة فيها سلبيات كتير اه وصح انت قلت على العمر يعني 34-35 سنين انو حظم اولاد يتكون كل حياته مم وشكله كان ريال على كلمته كتير فلو انت عايش في عالم مراد كلمة الناس ما تسوا فلس مظبوط في قصة لو تقدر تساعدني سماعت ان وانت صغير ما عرف اي عمر عرفت ان ابوك كان يبكي ما عرف وايد التفاصيل بس قلت بس قالك انت سؤاله وشفت يبكي او سماعت يبكي على موضوع شو اللي القصة القصة بتعرف بلبنان العمر اللي قلت تقدر تسوقهو 18 سنين لتكون قادرة تجيب دفتر سويق سو انا بتذكر مرة كان عمري قريب سرعة 18 17 وشيه وبتعرف كل حدا يعني كل شاب او بنت اتليس بالانفوريونت انا كنعايش فيه بكونوا نطلين يسير عمرهم 18 لحتى يجيبونهم اهلهم سيارة تيروح فيها على الجامعة تيروح يتسل فيها اذا بدك فبتذكر مرة وعيد بالليل سماعت بايا عم يبكي عم بقول لاما قدهو مدايق من انه هو انه نيكولار رح يسير عمره 18 وانا هلأ ما قادر يجيب له سيارة وما عارف كيف بدهو يقللي ايه سو هالقصة كتير 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 بتأسير فيه وانا كنت دايما تعارف اسمع الاشياء وامل حالي ما اسمعت ما بعرف اللي عنده هالكارتة يعني حتى مش انه مثلا رحت قلتله ما عليه ما بأسير سمعته زعلت اكيد زعلت عليه اكتر كتير من السيارة طبعا بس ما معبرت انه ما تعطي لهم انه ام فاين بلا السيارة وهيك راحوا الحديث يعني لا هو حكي فيها ولا انا حكيت فيها وبعدين تجع بتنقهر من حالك لانه عمرك تكون 19 وشايف اصحابك معهم سيارة بترجع بمحال بتطالب بشيء او بتجرب بتقول لهم نجربوا ليقوا طريقة يعني هلأ بس اتذكر هايدي المرحلة مو بحبة ابدا من حياتي من انا كيف كانت بس ليش هالقصة بالذات تتأثر فيك لانه يمكن لانه ما حكيت انه لان ما قلتله شيء ويمكن كمان لانه صاحب تشوف حدا هالقاد بتحبه وبعمره وحياته اللي كان عايشها يعني يعني باية كان باطل افريقيا كمان اجسام عامل رالي طبع قريد اكار يعني حدا سبورتيف وظاهر ورايح وجايك لحياته صعب تشوفه هيك صعب تشوف تشوفه حدا تاني يعني ويك اذا بدك او ضعيف او او مأثر اعتقد او انا قلت صعب تشوفه واتحس حالك انت السبب لانه هو بعرف هلا انه مش انا السبب بس بوقتها بتحس انه او the one causing انت المثجل على عبوك؟ يعني انت قلت يمكن انا السبب ديك مش عبء بس ايه ما فيك ما تحس انه انه لو انت ما كان رح يصير عمرك 18 ما كان رح يكون انا بحس بهذا بس اذا عم نحكي ما فيك ما تشوفها و ما تحسها مش لدرجة يحس على عبء اكيد لانه بعرف قد انا حدا مهم مثل احنا كلنا يعني كثير العيلة عندنا بالبيت شيء اساسي ومهم سو بعرف انه ولا مرة حصونا عبء او شوفونا عبء بس انت بتحس حالك انه يريد فيها مش يساعدهم انت الاول؟ لا انا عندي اختين اكبر مني واخ اصغر مني اوكي فالولد الكبير؟ لا اختين اكبر بس الولد يعني الابن الكبير ففي المجتمعات العربية اللي احنا المسؤولية تطيح على الولد الاول ايه بس تعرف ما كان عندهم ايها اهلي ابدا ما كان عندهم انه المسؤولية على الولد الاكبر لا كنا كتير هيك كلنا مثل بعض حالو ام ام في قصة ثانية قصة انه انت نيكولو كانت حتى جريب او لقريب من امك وايد ام وفي فترة صار لك انقلاب عاطفي او لنظرة غير تجاه امك هم خبرني هالقصة ها قصة اه انا بخبروني انه كنت كتير قريب من امك يعني ما بوعه انا هدا من عمر اذا بدك زيرو لعمر سنتان ونص انه وقت ما ولد خيه اه انا كلشي بتذكروا من طفولتي انه بيه كتير اقرب لي من امك كتير اه وكتير يعني كلشي كان بدي بيه اذا بدك اشرب بيه اعطيني ماي اذا بدك اكل بدي بيه اجب لي الاكل هالقدي تجاهل كمبليت لامة فهن بيقولول انه انا كنت العكس بس لما كان عمري سنتان ونص وقتها امه ولدي تخيه فتت على المستشفى وشفتها حملته بالتخط وستعتها لزقت بيه وبقيت لزق فيه وصرت ما احكي معه لدرجة انه امه كتير كانت تزعل وكتير كانوا يجربوا ويرجعوا يقربوني منا واخريت سنين بسه ما بقى عارف يمكن ان هيك انت وصغير بتحسك كأنه امه غابت عني بعدين رحت شفتها مع ورد صغير فهذا الشي علق براسي انه هال اذا بدك كان سببه هو وهي فعملت هذا البلوكاج اه ونحنا السؤال الاساسي كان حياتك كطفل الى شاب قلت كطفل كنت معلق اكثر في البيت حماية البيت اوضاع البلاد خلتك تتقرب اكثر لهالبر الامان ولا منطقة الامان وكنت ناصح وكنت قصير بس هل شخصية هل كانت نفسها لين شبابك ولا بدت تتغير يوم انت كنت مثلا في الثانوية ولا الاعدادية ولا الجامعة كيف كانت شخصيتك هل تتغير ولا نفس الشيء بتعرف كنت نفس الشيء كان طير حدا عنده انسيكيوريتي انا وصغير ولا هلأ بعد نبحث عنديها اوقات وغريب انه ولا مرة اصلا كان بدي يكون اممثل يعني انا فكرة اكون هلأ مثلا في كاميرا عم تصورني وتحت الاسبوتلايت هذا الشيء كان فوبيا كان رعب انا وصغير هلقد يعني كنت ازعب البيت يعني كان قضي البيت وعننا كثير الناس كن قاعد على جنب و خيء اذا بدا كان جو الحفلة انا كنت تاني أكسترين ابدا ابدا ما كنت هاك كثير اشياء بتلعب دورة في قصة اكيد انه ما كنت مرتاح مع شكلي اكيد بيرعب دورة كثير كبير وفي طبع كمان اوقات وفي ناس بتحسوا الانتروفولت اكتر من غيرهم ناس أحيانا يتعاطوا مع الناس من غيرهم أنا ما كان أبدا سهل على أي أتعاط مع العالم وهالشي كان يعني زاد سوءا إذا بدك لعدة أسباب شو كنا عم نحكي شفت عقلك راح مكان كان نحكي عن أنت كإنسان من طفولتك لشبابك وكيف انطوائيتك تمت وأخوك عكس وانت ما تحب الكاميرا أبدا كان حلمة يكون مخرج كنت كثير حب الأفلام يعني باية من أنا وصغير علقني بالأفلام فكنا كل أحد بعد الظهر عندنا هيدا نقول نحضر كل الأفلام القديمة حضرة أنا وصغير وبتخيل هذا السبب أنه خلينها أتحب هذا العالم يمكن هلأ إذا فكر فيها كان فيه سبب تاني منه اللي هو أنه مدرح هروب أو تخلق عالم تاني ما بيشبه العالم اللي أنت فيه بس بصراحة ولا مرة فكرت فيها بهالطريقة هلأ عمقول يمكن لأنه نوين كيف عم بحكي عن الطفولة وكيف كان تشوف هولة إذا بدك مثل هيك متنفس فيمكن هذا اللي حببني أكتر بهذا العالم اللي صار أنه أنا كنت بالمدرسة كنت كتير شاطر بالبنان في عنا شيء اسمه تقديم على مستوى الدولة تقديم إمتحان كنت أنا ما تلامي لهو ماث وفيزيكس وطلعت الأول بمحافظة معينة بالبنان بالماث و الفيزيكس بهالوقت كانوا أهلي عم بيشوفوا كيف فيهم ياخدوا إذا بدك توشن أو منحة حتى إدرس ريديو تيفي لأنه ما كان فيه بالجامعات غير الخاصة وطلعت أنا قدمت امتحان دخول كلية الهندسة مع أصحاب الأقل كانوا عم بقدموا بالجامعة الليبانية هي تعتبر واحدة من أهم الجامعات بالهندسة لأنه في عندك امتحان دخول كتير كبير يعني بيكون فيه شي 3500 واحد مقدمين بياخدوا 300 من 3000 بيتخرجوا 50 أو 100 ماكسيموم هلقد الليفل عالي اللي صار أنه أنا نجحت امتحان الدخول وما كنت درسته بس بحب كتير المات لهلا بحب ماتو فيزيكس كتير فعندك هاي من الميلة وعندك المشهد الثاني أهلي عم بجربوا يدبروا مصارد حتى أدرس إخراج ببلد للأسف الإخراج فيه يعني كنا عم بحكيك أنا بالآخر الـ 90s كنا كل يومين ثلاثة تشوف ممثل أو مخرج طالع على التيفي عم يبكي لأنه ما عنده مصارده يفوت على مستشفى يعني هالقدة بوقتها فأهلي هون صاروا نوعي تدرس إخراج بحياتك لازم تعمل إنجينيرينج نجحت إنجينيرينج صفتنا إنجينيرينج كانوا علامات كتير عالين بس ما كنت مبسوط أبدا يعني بعرف حالي عم بدرس شي ما رح اتخرج كون مبسوط شو عم بشتغل اللي صار إنه أنا وقتها نبشت إنه شو في شي بالجامعة لبنانية لأنه كانت ببلاش ما فيها ضفع مصاري قريب من الفيلم ميكينج لقيت إنه فيه اختصاص اسمه تمثيل وإخراج مسرحة صقلت أنا بفوت بعمل هيدا الاختصاص وبعدين بركي بعمل مستار أو أما في فيلم ميكينج وشي هيك بس فيه امتحان دخول وامتحان دخول عندك مونولوج بدك تقدمه قدام لجنة التحكيم وأنا حدا مثل ما قلتلك يعني إذا فيه أربع قاعدين بتحس حالي هيك كتير بتذكر وقتها إنه قلت بدي أقدم هيدا الشي بس ما بدي أقول لحدا لأنه ماكسيما كتير كنت خايف من الشماتي كتير كان بالنسبة إلي إنه قلت لهم قدمت وما نجحت إنه شفت إنه هذا المحل مش لقلك ما بقى تفكر بايدا دمان كله عبعضه إنت محلك إجنينيينج سكول هذا اللي صار نزلت وهلا هلأ كتير فيه تذكر اللي صار هو كان منولوج من ريتشارد الثيرد تبع شيك سبير فقدمت هذا المونولوج كان فيه جولي أربع أشخاص قاعدين وإنت تخيل أنت وائف بالمحل عندك بس عليك وهنا قاعدين بالعاطمة أصلا بتشوف إنه في ناس بس ما فيك تشوف مبسوطين زعلانين أنت منيح أنت ممنح ما فيك تشوف شيء فبتذكر كنت عم بعمل هيدا المونولوج وكنت اصلا انا عندي شي من انا وصغير انو كل ما كون زعلين تطلع حرارتي وبعدني الهلا اهلي كانوا يعرفوا انو something bad happened at school لما برجع عالبيت عندي فيرر مرة دي بسيكو سوماتيك يعني هالقد من انا وصغير انا رايح محرور عم بقدم امتحان دخول بشي ما بعرف شو عم بعمل وهال ضياع كله بقوم قد ما كنت هيا هلا بعترف فيها بكيت انا عم بعمل المونولوج بس بكيت وكملته عم ببكي خلصت حسيت مش معقول شو حلو هالفينج يعني الحسيته من بعد ما خلصت يمكن بوازي اكتر مرة كنت فرحان فيها بحياتي لوقتها لهاللحظة وهون اكتشفت انو قيف حلول واحدة بس فلات ومفكر حالي اكيد مراح انجح ليصار انو بعد فترة كانو امي واختي نازلين هو الجامعة معهد الفنو بلبنان بمنطقة اسمه فرن الشباك وهوني كان في سوق تياب كتير كبير صو كانو هن اخت كانت بتسوق السيارة تباية هي وامي نازلين بالسيارة يجيبوا تياب صو بقال له سابين مرئينة على بدي انزل معكو مرئينة على المعهد الفنون لانو في واحد بعرفه مقدم مونيك بدي شوف اذا نرجح او صد قلت هشوف اللي قالت لي اوكي صو بنزل معن بصفو بطلع هيك عدرج وبالي شقره هنه كانو 28 واحد ناجح انا بحطوهم بالدور صو انا ببلش اقره من تحت مفي 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 بوصل لفوق شوف بلاقي انه number 3 انا ما انصر تصرخ زلت لكاتل عنده انتنو ققولي اساس حدا ان هتطاعت انت قلتلون اي اي انا وانتنو شو راحنا على البيت اكيد كنتين بيجلسة عشيه انه انو ييكينات ليف انجينيريونيك سكول عناد التياسة كنت كتير حدا بالبيت كنت تس انو خلص بس ما أريد ما أريد، سوف أحصل. بعدين وصلنا إلى معهم، ليس معهم، أنه تعمل مسرح بس ما بنترك هندسة. وهذا اللي صار، I double major. تخلصت الاثنين مع بعض. تخلصت قبل بسنة. يعني 2002 كان يجب أن أتخرج مع بعض لأنه هي الهندسة خمسة سنين مسرحة أربعة. أجرت أن أتخرج هندسة تركز على مسرحية التخرج. لذلك أتخرجت 2002 مسرح 2003 سنين. عجيب. هذا هو. رصة حلوة. أيام الجامعة كانت نايتمير كمان. لأنه مثل ما قلنا بلا السيارة. عم بدرس جامعة بفرن الشباك جامعة برومية كثير بعيدة عنا. وكت عم بشتغل مسرح. بلشت من أول سنة أشتغل مع نضال الأشقر مسرح المدينة. أعمل معها ويركشوب تمثيل. واشتغلنا مسرحية اسمها مناممات تاريخية لتضالة والنوس. تير حلوة. فأنت عندك جامعة بجامعة بمسرح وما معك سيارة. والمصاري أنشأ على الآن. فهول أيام هلأ إذا أتفكر فيه ما بعرف كيف قطعه. بس بتخيل يلي خليني أنه خلصت. لأنه قدت الناس بقدولة كيف قدرت تعمل جامعتين مع بعض. ولو ما كنت فتت مسرح أكيد ما كنت تكملت الانجينيري. لأنه إذا أتفكر في الانجينيري الذي أحصل من هناك. لكن تجعلني أنه هناك جيد. عجيب. أني ضحك أنت سيفل إنجينيري أنا ميكانيك إنجينيري. أنت ما تحب إنجينيري أنا ما أحب إنجينيري. بس سنينتنا نجحنا فيه. وغل مرة أعرف أنت ميكانيك إنجينيري. كان كنت. وكان عشقي الكرة. فكنت ألعب كرة قدم في فريق الجامعة بعين في نادي. ولكن كان كثير صعب. مثل ما أنت تقول إنك اللوجيستيكس واللي تأخذ السيارة وتروح. كان صعب عليه. حتى تذكر أول ما أول وظيفة عندي في الإمارات. كانت في البترول في الصحراء. كنت أهرب بالسيارة. كان عندي كورول على وقت هذا. كنت أهرب من حق البترول بس أروح النادي عشان ألعب وأرجع بس كان صعب عليه. وصابات وعمليات. يعني أنت تنفيسي طبعا كانت الفوتبول. أيو فأنت تنفيسي. أنا تنفيستك المسرح. ففاهم منك. وفاهم الشغف كيف يخليك تسوي شيء قوي صعب. ولو ترجع تقول ليش كيف كنت كده سويه. إذا هلأ فكر بقول أوف كيف كانوا يمرقوا القيام. يعني عن جد هلأ مباري. يعني هلأ أكيد مباري في أعمل. ربارك تتعملوا قبل. غريب. يوم كنت تتكلم. وياس تجاوبني على أن أنت كنت شخصية معينة. ويوم كبارت استويت أكثر. وقدت عدت أسباب وسترحت. شو فكرت؟ أو أنت؟ فكرت بتجربة كثير سيئة صارت معي أنا وصغير. اللي هي؟ بتخيل هذا الشيء ساهم بأنه الولد يكون انتواقي. ورح أحكي عنا هلأ لأنه بتخيل كثير رح تفيد ناس. يمكن يكونوا عميروا بنفس الشيء. يمكن مرأوا بنفس الشيء. وهالشي ضيعهم سألتهم بنفسهم. لأنه هلأ بتطلع فيها ما بتأثرني أو وتني. بوقتها أكيد كان شيء كسرني أنا وصغير. فبدي أقول هذا الشيء بس لحتى الناس اللي عم يمرقوا فيه يحسوا. أداء هذا الشيء بيقدروا كثير يتخطوه. ويكبروا فوقه ويمشوا فوقه. ويصير ذكرى سيئة بحياتهم بس يتفرجوا عاية من بعيد. ما تأذيهم هو التحرش. تحرش من حدا نستمر لأسنين. أول مرة كنت عمري 11 سنة. وأكيد هذا الشيء بأسر أكثر أنه إذا كنت أنت واقي ومن زوية. يزويك إذا بدك أكثر كثير. واستمرت هيك لكم سنة. فكان شيء كثير صعب بوقتها كثير. وعن جد أنه ولا مرة حكيت هذا الشيء. بس إذا عم بحكيه هلا. هو بس لحتى أقول لكل حدا مرأ بهذا الشيء. سواء كان ولد أو بنت. ومين ما كان الشخص الذي يتحرش فيه. ما يخلي هذا الشيء كابله أو يربطه أو يقعد بالزاوية. لأنه منه لحاله. يعني في كثير ناس بالعالم مرأة بهذا الشيء. والشيء كثير صعيب. بس الواحد لازم يتخطاه وبيقدر يتخطاه. كيف أنت قدرت تتخطاه؟ قدرت تتخطاه بمحل معين لما لما قبرت وصرت أعرف أنه من جلتي. لأنه الكثير سيء بهالنوع من الحوادث اللي بتصير مع الأشخاص. خاصة إذا كانوا صغار. ضغري نحنا كبشر مبرمجين نحنا نحس بالزن. لو أنت عمرك 11 سنة عم تلوم نفسك. فلما تكبر وتوعى. وتصير تفهم أكثر الحياة. وتصير تعرف أنه أنت ما كان لك زنب أبدا فيها. وهوني إذا بدك 50 أو 60% من تخطي المشكلة. وكان كثير صعب علي أنه ما خبرت حدا أن أنا وصغير. كان عندي. وهو الزلمة إذا بدك لعب على هذه النقطة. نقطة قدي أنا وقدي بي معلق فيه. لأنه محل لما قال لي إذا يعني خوفني من فكرة أنه بي يفوت على الحبس. قال لي إذا بيك عارف تعرف بيك قدي بحبك. رح يقوصني إذا قوصني بفوت على الحبس. يعني هيدا الشيء اللي كان عم بيخليني مقول. لأنه أبدا أنه بي يسله شيء. ومثل ما قلت لك بس تكبر بتصير تحس قدي. أنت ما قلك زنب. وقدي التاني هو المجرم. وقدي أنت ضحية. ما أنك مسؤول ولا 1%. عم بحكيك عمري كان 11 سنة. سواء أكيد ما كنت مسؤول. وهيدا الشيء بيزد لك. بحالك. من هيك عم أحب أحكي عن هذا الموضوع اليوم. لأنه بحس الناس بمحال. كثير من النواعية. يلي بتكون مرأة بهذا الشيء. أبدا هي ما عندها. ما إلى زنب إذا بدك. أو ما إلى يد. وكثير. في ناس بيهربوا على. على الكوهول. على بيتخبوا على بيئزوا حالهم. وهولي كلهم ما راح يفيدوا. قد ما يفيدكم بالعكس تشوفوا القصص من بعيد. تعرفوا أنه ما كان لكم يد باللي صار. وبينكم وبين حالكم. تقو على اللي صار. لأنه هيا الحياة بتتكمل. وهيا حياة كنو ما تخلوا حدا يخدها منكم. النقطة الأولى. شكرا. شكرا لك لأنه شفت شيء. وسألتني عنه وحسات. بمحل أنه لازم أقول. لأنك سألت بصراحة كتير. لأنه بمحل. أنا كتير مؤمن أنه الإنسان. اللي مرأة بقشة سيئة لازم الشركة. بس لحتى الناس اللي قاعد لحاله. عم يحضر هلأ. يعرف أنه آه مني لحالي. آه في حد من مرأة مثلي. بس أنه عمل. ظهر منه. وعمل. إذا بدكت عنده في سكساس ستوري. ما عم بحكي عن حالي عندي سكساس ستوري. بس أصدق درت أعمل. مستقبل وكوين حياتي وكوين عائلة. وكل شيء. وكتير. سعيد باللي عملت له هلأ. مع أنه صار معي هيدا الشيء. فكتير بحب الناس تشوف هيدا الشيء. وما تهرب. اللي حلو فيك. إن كنت ما شايف ولا مقابلة كاملة. وحين بأكد لك إن هالجمل اللي أنت قلتها. عموما أنا أقولها. يعني. يوم عندي ضيف أقول له. شارك مو بس لأنت تفضفض. شارك عشان في حد وراء شاشة. يحتاج يعرف إن في حد في شيء مثله. يوم أتذكر كان عندي. ما عرف لو كان اكتئاب. ولا كنت ضيقة حياة من ركبتي. وكنت معلق في البيت. وما كنت أقدر أنام. كعندي مشاكل. كلما أهلي يقولوا لا فاهمينك. والأصحاب يقولوا أنتوا ما يخفف عليك. عشان مش فاهمين. مصبوط. فأيام الانترنت في البداية. كنت أدخل على الانترنت. حصلت فورم منتدة. المنتدة اسمه ني فورم. حانش قصة بسيطة. بس كل الناس حول العالم في هال منتدة. يتكلمون عن. يا أخي ما عرفت أنام سويت هالشيء. أنا حطيت تدخط هالدواء. فيوم حسيت أن في ناس يستعاطف. ويتعاطفون معي. بس يمرون في ظروف قريبة مني. ويد هون علي. ويد. فأنا أتكلم عن التحرش الجنسي. وأتكلم عن الاقتصاب. وأتكلم عن انتحار. وأتكلم عن كل هالمواقف. مو بس عشان أنا بس عبارة دراما ولا قصة. لا لا هي مش هك أبدا. هي فكرة أنا بحس وجبنا كإنسان. يعني وجبنا كبشر. إذا بدك. نشارك هذا الشيء لنوقف حتى حضن. خاصة إذا أنت مارق بشي صعب. من قصة ركبة إلى قصة اغتصاب. هالقد. لأنه هو اللي. دايما بقوله الإنسان يلي مارق بمشكلة. ما رح يحس بعزاء. إلا ما يعرف إنه في غيره مارق بمثله. يعني هيدا أنا بحس أكتر شي بعزك. إنه حدا غيره مارق بمثله. وتغلب عليها وقام منا. يعني هيدا كتير 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 بساعده. وعن جد بلاقي واجب عليك الحضن فينا. خاصة يلي مثلك. ومثل ضيوفك يلي. يلي بمحال إذا بدك عندهم بلاتفورم يحكوا. سو بحس إذا ما حدا. إذا الحدا ما عم يستعمل هيدا البلاتفورم لشي. هالقد مفيد إنسانيا عم بحكي. ما. ما قرى طعمي يكون موجود على البلاتفورم. أنا حتى عندي على إنستغرام. تير وقت بشارك عن قصص العلاقة بالمانتل. هالت أوصحها النفسية. يعني هي قلت للك جواتي. إنه ما بعرف قدية صحة. نفسيا اللي بعمله أنا كممثل. بس هاي مهنة مهنة وشغفة. بس بشارك عن قصص العلاقة بالمانتل هات. خاصة بالوطن العربي. لما بتحس إنه كل حدا لازم يكون معلّب. يعني المجتمع بيتوقع من بنت تصرف بطريقة. شاب يتصرف بطريقة. يلبس بطريقة. يحكي بطريقة. يعمل شي بوقت معين. مثل ما حكينا. إنت لما كنت قبل تقدم برنامج تاني. ما كان يمكن يشبه. إنت شو بتحب تعمل. فدايما في عنا هالشي اللي نحنا منوصله. وكأن حدا طالب مننا نكون شيء. نحن لازم نعمله. لا ما تعملوا مثل ما طالبين منكم. الحق أنت شو بتكون. وانتوا ما بتشوفوا حالكم. كثير بجري بوصل هذا المسجر. يعني بحس. خاصة شباب والصبايا بالوطن العربي. كثير محتاجين يسمعوه. صحيح. تعرف موضوع على التحرش. وايد أسمع قصص. وراء الكاميرا ورات على الكاميرا. وعموما التحرش الجنسي يكون من الأقارب. أو حد قريب من الأقارب. أنا الحمد لله أنه ما كان حدا من الأقارب أو من العائلة. هيا بس عموما. الناس اللي يشوفوا. لقصتك هكي. اللي يشوفه يكون ولد عم. يكون خال. يكون عم. عشان ما أحد يشك فيهم. جيران. مظبوط. اهني الخوف عشان أنا الوالدة كان عندها هوس. تخاف علينا نحنا. ونحنا أولاد. أمي عندها أولاد. ما عندها بنات. البنات تخاف عليهم بعد أكثر. عشان يمكن. من كل ثلاث بنات تكلمهم. على الأقل وحدة من ثلاثة. بتقولك مريت في شي. مظبوط. واحد لمسني بطريقة مش حلوة. مظبوط. أقل شي. تقريبا ما في وحدة تكلمها. ما بتقولك حتى وهي في كبر. صح. كانت في مكتب تشتغل. والمدير لمسته بطريقة مش حلوة. صح. هذا تحرش. أكيد. فالحريم وادي يشوفون الشيء للأسف. بس ما أحد يتكلم وادي حتى عن الأولاد اللي مروا في هالشيء. وأنا في طفوتي من كثر ما أمي كان عندها هالخوف. فالوعي كان عندي عالم منه أنا صغير. بس غريب ليه أمك عندها إياها كنت. في أحد شافت وايد. شافت وايد. شافت وايد هي صغيرة تشوف شاسي ستوي. فتقول يوم هي كانت بتكون أم قلت أنا لازم أحمي أولادي من هالشيء. حاسبه. لو حد أذكر كأنه نرجع. حد لمسكم. حد ما أدري شو. كان يقول لا ماما نحنا بغير ما في شي. بس من كثر ما حاطرته بالي. كنت دائما أراقب وأشوف منه يعني من المجرم. وكنت أشوف بتعرف حتى والله ذكرتني يا حيان نيكولا. كنت رايح على أيامنا كان في ملاهم الألعاب. الجيمز اللي تحط فيه درهم وتلعب أركيد. كان في واحد مجرم. بس عميه مجرم عشان مجرم. ايه هو مجرم اكيد. يروح يوقف وراء الأولاد. يلصق فيهم. الولد لاهي. اي ملتهم عنه ملتبه ممركز. ممركز طفل. ما يعرف شاسي ستوي وراء. وهو بس لاصق فيهم. بس أنا كنت عارف أن هذا شيء غالب. غالب أنت عندك كان هذا الوعي. هذا يسيروح من ولد لولد. والولد مش حاسه. هو بس مستمت. وكان شيء لوعت شاب يعني. جدا. يعني كنت طفل بس ياريت سويت أكثر. وهالشي ممكن أنا ندمت عليه. ليش ما رحتش تكيت عليه. بس ممكن عشان ريال كبير وانا طفل. غريب الوضع. اي طبيعي الولد. تبه الولد المنطق. بس كنت عارف تجنبه. يعني إحنا وصغار منطقنا بيكون غير. كل شيء بيكون غير. بس أنا من هيك بمحلقات كثير. لما مثلا بشوف حسوب فيديو. استوعية الأطفال على هذا الشيء. بحساد أهم شيء لواحد يشاركه. يعني من قصص كثير بسيطة. مثل إنه. حسوب إذا بنتك أو ابنك. مثلا بتقلهم. غمروا حدا. إذا هن ما بدهم. ما تخصبهم. لأن هن إذا ما بدهم. وغسطهم. بيتعلموا إنه جسمه ومش لقلهم. يعني هل قد قصد قصص كثير هي بسيطة أوقات. بس هاد الشيء بتعلم الولد. يكون يعرف إنه وان حدوده. يكون هو إذا بدك سيد نفسه. سيد جسمه. ما بعبد حدا أو بوس حدا أو بغمر حدا. زماني حساسة. لو عمري كان سنتان أو سنة. لو كان هل حدا أكثر حدا. انت بتحبه عوجل الأرض. ما تخلي ولادك. يعني ما تقول لأ ولادك. لأ مجبور تغمر فلان أو تحب فلان أو تبوس فلان. لأنه هونك عم بقرأ عنه كثير. نفسيا الولد بصير عنده براسه فكرة إنه جسم منه كثير ملكي. يعني حتى لو أنا ما عبي له أغمر أو بوس. في أغمر أو بوس. وهون كثير تلعب. نقطة إذا بدك كثير سلبية بموضوع التحرش. لأنه بسهل على الناس يقربوا منهم. غزبا عنهم. أول مرة والله النقطة غير مهمة. أول مرة سمعه صح. نحن مجتمعاتنا العربيين يلا يلا بوسة يلا حظنا. بوس عمو بوس عمو. لا ما بدك يبوسه. ليه ما بدك تبوسه بوسه عمو بحبك بوسه هلا أو ما بحتيك. يا خيمة. تركوا هيدا جسمه هو بقول ما بدك قريب عفلان ما يقريب عفلان. صح. وتعلم ابنك. وتعرف نحن كأطفال. دائما نقول للأطفال والحيوانات من كثر ما هم عفويين وبريئين يحسون في طاقات رشية. الكلب لو ما يحب يحبك يحس فيك. واحد ايه عندك البيت تشوفه يكش. صح صح. عشان هم طب وايد وايد نقيين. يمكن نقاء فيهم. الطفل نفس الشي. وحتى مرات لمسة عن لمسة تفرق. في واحد يحط يديه عليك. مصبوط. تحس أخوك. مصبوط. والبنات يعرفون. البنات في واحد مثلا زميلها في الشغل يقول انت يبخير؟ اوكي. وتكون تمام جدا. نظيف. وفي واحد يسوي له شيء. تحس انه شيل يدك هلا. يعني اه. مصبوط. مصبوط. فصح كلامك. لازم الواحد يثق في هال حدث. هال حدث. هاي. فلير. واللي في وضعك انت اللي يخوف. اللي هال المجرمين دايما يستعملون اسلوب التخويف. واللي التنمر. انه انا بخوف. انا بخبر عليك. انا ببلغ عنك. اه. فهو استعمل. استعمل اقرب شي لك ابوك. اه. استعمل انه اوكي. اذا قلت لبيك. بتعرف انت بيك. قدني بحبك. فانت اكيد ساعتها ما راح تخبر. يعني. اه. اه. وبتذكر كثير كنت انا صغير. هو كان عنده ولاد. كان كثير براسي خايف على ولاده. يعني انا كان عمرش 11. ولاده ممكن عمره 7 او 5 او 6. فكت كثير بمحال فت بهايدة ريب. انه. حس اذا هو عم بقرب من ابنه او بنته بطريقة غلط. فكر اذا لازم اقول شي لأولاد انتبهه او. يعني كثير عم بحكي عاقل ورد عمره 11 سنة. يعني. يعني كثير كان شي مأزة. بوقتها. وايد اسمع القصص نيكولا. وايد. وايد. اتذكر حتى قصة واحدة كانت تقول ان اظن حد من اهلها. كان يتعدى عليها. او يعني. اظن بعد اول مرة ولا ثاني مرة راحت عند امها. وامها قالت لها انت شو سويتي. حطت اللوم. حلو كثير. تقول اخر مرة في حياتي راحت عند امي. اكيد. اخ مرة. فهني مرات هالمنطق هذا. يعني. الله يحفظ الوالدة. الوالدة ولا مرة قايت لنا انا قتلكم لا تسوون. فانت يوم بنتك احين بتي عندك. بتقول لك بابا كذا كذا كذا. بتقول انا مو بقتلك لسه. ما بتي عندك. اكيد مرحش عندك في حياتة. لو غلطت في حفلة. لو غلطت مع ولد. لو غلطت في المدرسة. لو غلطت وصرقت شي. لازم انت تكون الملجأ. اكيد. يعني تقول لها انت غلط. بس انا دا عملتش. انا في الحالتين انا بوتش. ولا انا امك. اكيد. مفروض بس نحن عندنا وايد. عندنا عندنا هيدا الاتاك دغري. مع انه عن جد انا مش عم بحكي هيك عن اهلي. ما اتخيل قده كانوا. كانوا فرينز معنا كتير. بس عم قللك شو اللي استعمر يعني. هو اكتر شي انا ما اقول لي خوفني هو انه اخسر بي. يعني انا. يعني انا وصغير كان اسوأ. نايتمير اذا بدك تلاقلي. كنت احلم انه بي طالع على التيارة. هذا كان نايتمير يواعيني عم ببكي. هلقات كنت معلق فيه. انه يعني. هيدا ال. اذا بدك الزكاء الوسخ. خبف. جدا جدا. هل واجهته. بعدين يوم كبرت. ما واجهته ابدا لا. بس بتذكر محلنا ما كبرت اكتر شوي. سألت ابنه. بطريقة كتير. بس انه الابن ما فهم شيسه. حسيت انه ما علي خطر. اتليست. هو مات منش عشر سنين تقريبا. مم. وهيك بتحس بريليف. بريليف مش عني. انا تخطيت لصه كتير من زمان. بس. بريليف انه اتليست. اذا كان بعده. لا هلق اذا بدك مكمل فيها. خلص صار فيه قتل هالشي ما بقيسي. مم. وما كنت تحتاج تروح لطبيب نفسي. ولا صديق. ولا حد منه. بطريقة ما حتاجت. خبرت حدا من اصحاب الاقراب عندي. بس اي عم بحكيك. يعني تقريبا بعدش عشر سنين. اكتر خمستعشر سنة. اسمه رواد بسلام عليك كتير. من اقرب الناس تقريب الحقيقة. عن جد خي يعني. وهيك خبرت. اذا بدك. كم حدا قريب. بس لما يكون في حديث معين. او لما بنحكي عن موضوع معين. ما احتاج تروح عن طبيب نفسي. بصراحة. انا حدا عندي يعني. بقامن دي الله. وعندي كتير علاقة قريبة منه. وكتير بالنسبة الي هو الحدا اللي بشكيله الاشياء. اكتر شي. وكتير ساعدني هذا الشي. الحمد لله. يأ. اتصالحت مع الموضوع. ايه اتصالحت لانه فاكت وصار يعني. في ناس ما يتصالح هون. ايه بارف. اللي يتعب. بارف من هيك عم اقول للناس انه. انه هي انا عم اقول لك شو اناس. انا بالنسبة الي. بداية طريقة تصالح مع الموضوع. تعرف انه انت ما لك زنب ولا 1%. ولا حتى 99% على واحد. لا 100% هونيك 0% هون. يعني هون بداية التصارح مع الموضوع. تشيل حالك من قصة انه انت. او شريك اذا بدك. للقصة. لانه. الولد بلوم حاله. فهو الواحد يشيل حاله بس من هالقصة. يفسر حاله عنه. يعرف انه مش انا السبب. واكيد في ناس. ما عمقول كل حدا ما لازم يروح عن طبيب نفسي. اكيد في ناس هيعوزوا. يروحوا عن طبيب نفسي. اذا هني حاسينه. بس انا ما احتاجت روح. بعد نيكولا. انت خسرت الوالد والوالدة. لمرض السرطان. صحيح. كيف قدرت تتعامل مع هالفقد. عشان فقدين. وكبار. والسرطان مش هاي شي هاي يدمر عوائل. عوائل حولنا كلها. انت كيف مريت في هالشي. صحيح تتعامل وبيضل صحيح. يعني. حاس بيضل تشتاء. يعني. في ناس بيقولوا انه الحزن بيبلش كبير. وبيزغر. كل ما يمره وقت. انا ابدا ما بشوفها هيك. انا بشوف انه. انا بشوف انه. اه. اه. اتذكر مرة جملة انا كتبتها. بس لان بكتب بالانجليش او بالفرنش. جملة بتقول انه. بتجرب بس لقي المعنى مزبوط. تما انزعر. انا مش حاضره براسي جملة. او بقول بالانجليزي وبنساعد بعض. ايه بمعنى انه. وفي خالة قلت شي انه بمعنى انه فجأة. متل. اذا بدك. اه. النار طالع من. اه. اه. وما كنت شايفها جيه. يعني اوقات انت بتكون قاعد. ولا له علاقة. موضوعه. ولا مفكر. لا بامك. ولا ببيك. مثلا بيمرق حضن. اذا بدك حاطيت نفس البرفيوم. طبع امه. لاتساي. فجأة بحيث انه قف. انه قف لقبعد في شي هون. ما معناته انه. ما معناته انه كل يوم عم تقود تفكر فيهن. اكيد. بس في كتير اوقات بالحيات ما فيك ما تشوفهن. اوقات. اه. نصيحة. حضا بيعطيك اياها. بذكرك ببيك. شو كان يقول. اوقات. طبخة معينة بتكلا بتتذكر امك. يعني. ما بيخلص الواحد يتذكر. او ما بتخلص بدك الحيات تذكرك فيهن. صعب كتير اكيد. بس انه. طيبا انا بقول شغلة انه. نحن. نحن. بصير معنا. بس. بس. يعني انا فيه قاعد قبكي على امي وبي. من هذا انهار اللي بموت. وفيه قول انه. انه. صارت كتير صعبة. في كتير غاية الناس. ما رأوا بقصص صعبة. خليني يكمل حياتي. متل ما. لازم تكون. ورح ارجع اشوفهم. يوما معا. يعني كتير عندي هذا الهوب. و. 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 وكتير بفكر انه. انه ليه مش انا. لانه. بعرف اذا بدك نحن كبشر دايما مبرمجين. عقصة شو ما يصير معي اول مصيبة. انه اف يا رب ليه انا. بمحال ما بعرف كيف. انه فكرت تب ليه مش انا. انه. انه قصني انا. شو ما يميزني عن غيري تبا يصير معي قصص سيئة. وكتير بتصير حياتك اسهل لما تفكر هيك. يعني كلنا معرضين. بها الحياة. لا قصص بشعة. قصص حلوة. ايام احلى. ايام اسوأ. ف. ما ناخد شي هالقد اكر. يعني هالقد اذا بدك. بضغط وبزعل وبقوة. وعا قلبنا. لا انا. وانا مدافقت. ما حدا بيصير معه على قصص غيرها. كلنا بيصير معنا قصص اسوأ بكتير. يعني. فبحس الانسان كتير لازم هو يبرمج حاله وما يفكر. بطريقة لا انا. لانه هي اللا انا اصلا. بتقعدك بجورة وبتطلع منك الحقيقة. منظوره حلو. وانا ما افكر فيها بها الطريقة. صح انت انسان وفيه انسان وكل واحد بيمر بي. ايه. انه هالحياة يعني. ما حدا اجع عاش حياة 100%. جوي أو هابينيس ومال. ما. من توفى اول. باية بالاول. باية كان عمري. باية كتير شي بزاحل. لانه انا باية توفى بالسنة اللي خلصت فيها جامعة. اللي. حتى. وبتذكر. يعني. باية كتير. لانه نحنا. بتذكرك كان نهار عيد ميلادي. انا خلقان بفبروري 22. صو نهار عيد ميلادي. كان باية صلو فترة. ضعفان. هو جسمه قلتلك رياضة كتير. وقتلات. كان عمره. 67 سنة. بس كان جسمه. رياضة اكتر من جسمه هلق كتير. هالقد حدا سبورتيف يعني. وكان صلو فترة تقريبا شهرين ثلاثة كتير ضعفان. يعيش عند اختي. انا اختي عايشة بسهور بجنوب. مش ببيروت. وفي صديقة اختي عندها هي شي. رفقتها. فعم بتقله كتير ضعفان. وهاك. قال له ايه انه بلشت اول شي عملت دايت خفيف تخفيف نجزة. بعدينها. ما بقى عندي ابيتايت. زغرة معتة. تسي كومن سين. اذا بدك بي لبنان. وما عم باكل كتير. قالت له لا ما فيش اسمه زغرة معتة. انه. انه الضعف هلقدي بسرعة. اختي بنصور هي وخالي بياخدوه يعمل تحليل. وكان صرنا. بفبروري 22 اللي هو عيد ميلادك. كاننا نطرين. نتايج. اذا بدك. بيجينا التليفون من اختي وخالي. انه. انه بايا عمل. طلعوا نتايج التحليل. وعنده هبتايتس. و. اتس فاين. اتس هبتايتس. اتس هبتايتس. اتس هبتايتس. اتس هبتايتس. وكل شي رح يكون تمام. وكل شي مليح. ما بقى شي. وبتذكر كانت مام نطرة عمل. حتى ما كنا عاملين كيك. انه هالقات كان رأسنا مشغول. بعدين عملنا كيك. وكل شي كان تمام. كنت انا هون عم بعمل. فحوصاتي تبعها اخر سنة. بالانجينيرينج سكول. فبروري 22. عم بدرس كدها الفترة. وبيع على اساس عنده هبتايتس. بثمانة مارتش. بتجي اختي. قرني اسمها الكبيرة. منصور تنام عنه. كنت هي عم تجي كل يوم. عاساس عنده شي بالسفارة الفرنسية. انا اختي الكبيرة امه فرنسية. بي كي مجوز مرتين. بس انه ولا كأنه. لانه لما اتعرف على امه وتجوزه. كانت هي عمر خمس سنين. واربينا كلنا اصحوا. يعني عائلة واحدة. بس انه قارت انه عنده شي بالسفارة. عم تاخد سمينار. وهيك طي. عم تجي كتير على بيروت. كانت بهج مرتين. نحنا رواء انه عني عنده شي بالسفارة. عم تجي كل يوم لعنا واو شو حلو. بتذكر كان 8 مارس. كنت انا اخر يوم خلصت انتحانيات الانجينيري. واقفين هيك نحنا عنا تراس بالبيت. برا. واقفين عم نحكي انا واني. انه عمرة. طب انه شو قال الحكيم. انه شو قديه. انه ما عم بصاح. انه لا يجب نعمل. شو لازم نعمل. فهون هي فرد الذكع اللي تلمناها هيبوتايتس. انه شيئا قريبا. عرفنا انه عنده كنسر. وانه ولا حكيم اصلا. اقترح نعمل كيمو ثرابي. لانه كان عامل ميتاستاز. كان ميتاستاز. ميتاستاز يفيده اصلا. ولا نعمل كيمو ثرابي. لذلك نحن نتوقع عنه. وانه تحس انه حدا مريض. ما قادر تعمله شيء لتساعده. لا شيء. ولا حكيم قادرنا عمله شيء. وانا اخت تاني كانت مزوجة وعايشة في دباي. فكمانا تجد دباي. تجي على لبنان بلا ما نخبرها شو السبب. لانه كمانا. نحن كتير هيك كلنا. يعني انه. كتير ناس معلقين ببعض. وكتير اموشنل. كل حدا بدك تخبره كان. بدك تحضر قبل نفسيا مليون مرة. حكينا جوزة لاختي اللي في دباي. اجد على لبنان ما كانت عارفة. في لبنان خبرناها شوي شوي. عشنا شهر بس معه. من ايبريل 8. ايبريل 8 راح بي. يعني من مارش 8 لأيبريل 8. كل حدا منا وقف شغل جامعة شو ما كان. وكنا كلنا سوا قاعدين. هلق بتطلع فيهم بقول اوف شو كانوا حلوين هالايام. لانه. بس اكيد كانوا. بس اكيد كانوا. يعني. عم بقلك شهر. شهر ما في نهار ما نبكي مليون مرة. واكيد كل حدا بتعامل مع هادا الشي بطريقة معينة. خي بيهرب اذا بدك اكتر. بفضل ما يشوفه نجزة. وهو بيسترم كل شي شغله. ومدرش هو كان يزين بيه يكون عم يهتم فيه. هو بيعمل بس انه كان خلوني بعيد. بحط كتير قصص بقلبه. انا كنت اكتر اذا بدك ابكي لحالي. يعني. وبتعرف مع الشخص المريض. تذكر جي انه كل شي منيح. وانت تمام. لذا كان بيهرب جدا. من بعد. اجينا اول شغل. اذا بدك على التيفي. كنتقدم برنامج اسم روتانا كفية. على تلفزيون روتانا. باكتوبر 2003. هو راح باكتوبر 2003. باكتوبر بلشت لوتانا كفية. وانت نحكي عن الروايح. انه انا. كنت قبل كل حلقة. كان هو live daily show. بعد الظهر. قبل كل حلقة. معين وفوت. بعد الحلقة بحطه زيته. كان بقي يحطه مريض. لانه اجيه بقى ترفيق وزاره من افريقيا. كان طالع جديد. كان البرفيوم. كان جاي يزوره في البيت. فهو كان كل هالشهر. هيا ريحته. اذا بدك. ومن وقت الى هلا. ما بغيره. هيك اننا بنحكي عن الروايح. حلقة تذكر الخبرة الخبية. انت عارف ان في عقل الانسان. الريحة اكثر شي يتذكرك في ذكريات. ايه بتخيل انه انا عن كثير انا باختباره. انا بالنسبة الي. انا بغمد عيوني. اذا بتشرم من ريحة الناس. الرب بعرف هيدا مين وهيدا مين من ريحتهم. هالقاد عند ريحة حاصة كتير مهمة. الشم يعني. والوالدة بعده كم؟ الوالدة بعده بتسعة سنين. 2012. هون اتسا ديفرنت ستوري. عم نحكي كثير او فاين. اوكي. ما عندي. من الاشياء اللي ما كنت احبها. حدود الوقت. اه روح. ما عندي حد. الوالدة ممكن كثير صايف. لانه الوالدة من بعدها بتقريبا. اربع سنين او خمسة سنين. اه. سوري ثلاث سنين اجزاكلي. كان في حرب تموز. 2006. طلعوا على هيك مثل القصص غضل. يوارمو. طلعوا عندها لمفومة. اه. اخري التريتمنت. صحت 100%. بعدين 5 سنين بعد رجع لمفومة. رجعنا مع كيمو ثرابي كثير اغراسيف. لانه المرض لما بيرجع على الجسم بيرجع ب مور اغراسيف فورم. بده مور اغراسيف كيمو. كمانا كانوا كتير صعبين. لانه كان لازم تقعد بمحل حالة بتوطة كتير مناعة الجسم. اه. قعدنا هيك ببيت بالجبل على الرواء. وقتا قعدت معها قد ما يقدر. اه. اخواتي. اه. كان وقت لذيذ. لانه كنا كتير مؤمنين انه رحت صح. واللي صار انه صحي ته 100%. اه. هون ليك ادي ايرانيك الفكرة انه من بعد ما صحي. الدكتور قال انه لازم تعمل شي اسمه bone marrow transplant. لانه ما بيعرف هو اسمه زرع نقية العظم بالعربية. اه. هو لانه الدم. لانه عم يرجع يجي الكانسر او اليمفومة او اللي هو عديت مرات. دم المريض بكون عم بفابريك اذا بدك هيدا الشي. وما كان عنده سكره قلب ضغط ما عنده شي من هول امراض كله. سو الحكيم قال انه حرام ما تعمل هيدا البون مارو. لبريفنت كانسر فروم كومن باك. هي بالبون مارو ترانسفلسر فيه كوميكاشنز. هيدا الشي ما بيصير كتير قليل. لانه يوزيلي سيف بروسس. وهيكي خسرنيها. انا عملت شي اسمه كومي إباتيك يعني بارش الكومي. فاتت بخمسة عشر مارتش على المستشفى. بمي ثرد. كنت انا بداي عم صورت زيرو فور. بقطعت تي في سيريز لا ام بي سي فور. كنت اول مرة بجي بصور بداي صورنا مسلسل هون اربعة سيزنز. بتذكر رحت على ربنان لحتى اعمل كل الاجراءة طبعا المستشفى وهيك. وفيت على المستشفى عدت يومين وفلت. جيت لهون بعدها بجمعة. بلشت حالتها كتير تسوق يعني. ما صدقت كيف خد اصولت وصويري وجنزلت على البنان. فمن بوستيجر مالبون مارو. توافقت مهم من الصناع الآن. بالعكس توافت. وبعدنا هلأ بتذكرها لانه. نحنا منزلين رحين على المستشفى كتقنا منزلها. كتير بتذكرها عم بتقول لانه. كان هو هو اشراء عادة مكلف كان بوقتا ما بعرف هلأ شو وضعه. فكان طير عم تضحك انه مع اول حدا ما بعيد شي بحط هالمصاري بمستشفى. انه اذا من الروح نسافي فيه ونتسلى نعمل شي لذيذ. ما بنسى هذا المشهد مثلا. نحنا هم ماشيين فيتين على المستشفى. يشوا تسمون. كده الوقت اللي بسمع وجده. ما يمعهم. فهي فهيك اتوز كمان عشاك تدير. الله يرحمه. حبيبي. صح ان الوالدة اتوفت الوالدة وعشر سنين بعد وفاتها بنتك ان ولدت في نفس التاريخ؟ نفس اليوم. عالصدك؟ 3 مايه. سيام بنتي 3 مايه. 2028 ولدت. وتشوف هاي شي غريب ولا معجزة؟ شوفوا شي كتير حلو. شوفوا كانو رماندر من الله انه. انه. انه يمكن تغير الفيدياء إلى سعيدة. او سعيدة. هيك شفتة بوقتها. كتير تأسرت بهذا الشي كتير. و كتير بحس انه مايه صدفة. كتير هيك عندي. كتير كان شعورة حلو. مم. كأنه هيك الله عن بقل لك انه القصص السيئة بحياتك انا فيه حولها لاشي حلو. مم. خبرني عن حب شو يعني إدك الحب لقلي يعني إلي حضن هيك سوأنا هي الياطر تعرف بالبوتس وهيك وهذا اللي بكبول حتى يثبت المركب هيك بشوف الحب حلل تشبيه شو شي ما تقدر تسامحه بعرف ما عندي شي ما بقدر سامحه يعني ما عندي شي ما بقدر سامحه من أشخاص بحبهم وبيانولة يعني عندي أشخاص ما بتفرقوا معي إذا عملوا غلطة غلطة كبيرة إذا بدك كثير هيا أبرم ظهروا فيلم وما بفكر فيها مرتين لأنه ما بكون هممني كثير حافظ عليهم بحياتي بس أنه حدا كثير هممني حافظ عليهم بحياتي بحس عنده أنه سامح على الغلط لأنه أنا حدا بيغلط وبطلب السماح يعني بفهم أنه الإنسان ضعيف الإنسان بيقع الإنسان منه دايما سيد نفسه ومنه دايما قادر يلتزم بالإشياء اللي بيقعد فيها وبيعملها كثير عندي استيعاب لهذا الشي أصحابي حتى بنكت علي أنه أنا حدا أنه وسان نيكولاه فيك تقل له أنه ما بعرف أنه هيدا وهيدي وما بعرف مين عملوا سكس وقتلوا حدا على الأمر وتحسك تحس أنه كأنه عم تخبروا أنه رحنا أكلنا فعلم شو أصليه أنه هلقد نوثنج شوك من هيك أنه ما بنقذ من شي أو ما في شي بحسه كثير قوي بستوعي بالإشياء نزيل السؤال ابتراضي إذا نيكولاه يقدر يشوف أي صفة أنت تختارها بس صفة واحدة وتقدر تشوفها فوق رأس كل إنسان وأنت تمشي وتشوف كم مثل مقياس شو الصفة المهمة عندك أنك تشوفها على الناس هذي هذا حلو ترانسبارنسي أبي شخص ترانسبارنسي شفاف لبوجه حالو كثير بهمني هذا الشي بالناس ليش؟ بكل شي بالشغل بالحياة بالصحبة بالتعامل بالبزنس بكل شي أه بحس أبتر شي بهمني أقدر شوف إذا الشخص قد ما شفاف أو لا لأنه ما عندي عندي بس ما عندي بحسها أنا أقعد حلل إذا أنت عم تعني عن جد بحس أنه حتى بعلاقاتي العاطفية قبل كان عندها المشكلة مثلا تقلي أنه أنا قلتلك بديك تسألني بس أنه من الـ لازم تحس أنه أنا لا 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 ما بدي حس بدي أخد كلمتك وصدقك أبدا ما بدي بدي كون هونيك أنه هيدا أنا عم بحدد ولكن كلمة عم بقولها تاني ما بحب هذا الشي وكنت أعملها كتير قبل وعدين ستحس أنه ليش أنه ليه أنا بدي كون مسؤول إذا أنت صريح أو لا وإذا أنت شفاف أو لا أنه ما بدي كون مسؤول من هذا الشي أنا بيخد منك اللي بتقلي إياه صدقه وإن شاء الله يكون مظبوط بس ما بدي أنا حلل أبعد من هيك وإذا طلع مش مظبوط بكون أوكي غلطت وبفل إذا حدا مش هاد عنيلي إذا حدا عنيلي أكيد من نحكي أكتر بس جواتي كتير بحسة تضيع وقت إن الإنسان يقعد يحلل ويفكر اللي بوجه شو نيته من وراء شو عم بقول إذا عندي سؤال حلو بس يحتاج خيال يلا بحب الخيال أوكي بس تغمض لي عينك يلا بس تعمل خيالك الحلو أوكي السؤال كالتالي أول شيء أباك تتخيل لي صحراء جرداء فاضي فاضي ما فيه ولا شيء أوكي وفجأة تشوف لي مكعب وصف لي المكعب مكعب طلج كتير كبيل كريستال عم يلمع كم حجمه؟ تيك تيك كبيل يعني قد أنا واقف هو قدي على شيء خمس مرات أوكي وهي كتير عم يلمع تحت الشمس ثابت على التراب داخل التراب يطير ما عم بدوب بس ما عم بطير على التراب على التراب أوكي بعد المكعب تشوف سلم لادر وين طلع السلم؟ على المكعب من فوق فوق المكعب ولا لاوي على المكعب؟ يميل على المكعب ولا فوق المكعب؟ لا يميل على المكعب لو أطلع لين؟ أوكي أطول عنا؟ أيه طول المكعب طول المكعب وجديد ولا قديم؟ قديم أكثر عن 12 سلم أكثر عن 12 سلم أو أقل؟ لا أكثر بكثير كثير كبير المكعب أكثر من خمس مرات بعد السلم تشوف خيل خيل؟ حصان وين الحصان؟ عم يبرم تحت وين عند المكعب؟ يدور؟ وصف لي شكله؟ بني على روح حمار عم يلمع تحت الشمس وشعره من هون طويل ومن ورا شعره كتير كتير طويل وهو عم يبرم عم بتشوف خيله عم يبرم بالمكعب كأنه مريزة المكعب أوكي بعد الخيل تشوف ورود؟ بايدة وينها؟ وين طلعوا الورود؟ على المكعب فوق فوق المكعب حالتهم الصحية جيدة أو ذابلة؟ لا كتير جيدة وايد ورود ولا قليلين؟ وايد بعد الورود يا نيكولا تشوف عاصفة وصف لي العاصفة عاصفة عم يعني فيه هوا بس غريب ما بالفله ما عم بتطير الرمل بس أن الرمل ما عم بتطير بس هيك فيه هوا عم بحسه من أن يمكن الورود هيك عم بتطير شوية منهم بس الرمل ما عم بتطير رمل كتير استادي أوكي وهل العاصفة يستأثر على أي من العناصر اللي كنتك تكلمت عنهم؟ لا لا أبدا ولا شيء أوكي أعطوني الشرح أفتح أفتح أوكي سوء آفيا شرح الحل أنك كنت مم شايف المقابلة آفيا شرح عشان هالسؤال المكهز أنا ما أعرف ما فيه شرح أصلا بالضبط فالسؤال ينحس تحت كوكولوجي تست كوكولوجي تست كوكولوجي تست كوكولوجي تست كوكولوجي تست أوكي وهذا العالم الياباني نفسي أوكي فأسئلتها تركز على علم النفس واللاواعي أوه حلو فأنت عندما تجاوبي تجاوبي تلقائية أوكي أوكي حلو أكثر الصراحة تتي في هالسؤال يعني رائح الشرح أوكي أنا بحب أفكر كتير أنه هيك يلا استمتع معي المكعب هو الشعور بالذات أو الأنا أوكي يعني yourself your ego إذا كبير واثق من نفسك بشدة جريء قوي وراغب في الظهور أوكي قلت لي كان شفاف ولا كان صلب صلب بس عم يلمع بس لا شفاء يعني هيك في رفلكشن لا تقلت رفلكشن لا تقلت رفلكشن لا دخله لا الرمل أنت على سطح الصحراء يدل على الاستقرار منطقي تعرف ماذا تريدهم الحياة وتجتهد للحصول عليه حلو أوكي نروح للسلم نروح السلم هم العائلة والأصدقاء أوكي يلمس المكعب لا تعتمد بشكل كامل على أصدقائك وعائلتك ولكنك تعتمد عليهم في الدعم والتوجيه في بعض الأحيان أوكي أوكي على طول المتساوي من المكعب ترى عائلتك وأصدقائك على هذا النحو متساوين أوكي سلم طويل منفتح وتحتفظ بالعديد من المعارف والأصدقاء أوكي قديم تعرف أصدقائك منذ مدة طويلة وتعرفهم جيدة يف شو مزبوط نوعي كتير مزبوط فوق ثم عشر خطوة لديك عدد قليل من الأصدقاء ولكنك تستمتع أيضا بصحبة معارفك شو مزبوط مان هند برسانت يعني أصحاب القراب يمكن ينعدها مثلا الرواض عم قللك من 23 سنة هورنالا من 20 سنة يعني الإقراب كتير عم بحكي يا ريتا من 2006 يعني هول عم بحكي عن الإقراب إقراب بالحقيقة والله الحصان هو شريكك المثالي أوكي فزوجتك الحصان القريب من المكعب تدل على علاقة وثيقة أوكي حصان بنية قوية ترغب في شريك يوثق به ويعتمد عليه أنكر نظب مش معقول قدي صحيح هادش هاي واللي حلو إنه مظهارك كان جميل فوين الهذا هني ممش مكتوبة سأنا قارنها المظهر الجميل يعني أنت تحب أن حتى الناس اللي حولك أهلك أصدقائك يشوفون إنه زوجتك إنسانة جميلة شكلها حلو مهم عندك يعني هاي أوكي بعدين الزهور آه ونقطق أول ما رح للزهور الزهور الخيل كان قريب من المكعب مصبوط وفي صحة جيدة ويركض هاي قريب هاي حلو إنه علاقتك قريبة من زوجتك قريبة من نهية ايه أنا مش بعيد مرات في ناس يقول لك الخيل يركض بعيد آه هاي تعرف أنه في علاقتك ممكن متزلزلة شوي أوكي الزهور كمية الزهور تشيري لعدد الأطفال الذي أنا أشوف أو ترغب في إنجابهم أو تحب تكون حولهم أو لا دخوك أو لا دخوك خلق أكثر تحب الأطفال حديقة نابضة بالحياة تعكس صحة أطفالك وازدهارهم وعلاقتك أنت بهم أوكي آم المكعب هذا حلو الورود كانوا على المكعب عليك أنت مصبوط آه إيه على المكعب فأطفالك قريبين منك جيدا مما يسبب لك بعض الإرهاق في بعض الأحيان تأكد على الحفاظ على التوازن يعني دون بي كو ديبندن مصبوط يعني مثل أنت أنت يعني من خلفية البيت كل شيء مصبوط فلازم قد ما تقدر حتى الأصار تخليها تطاع مثلا الجامعة الجامعة خليها تروح بعيد مصبوط لا تقول لا الجامعة تكونين عداء لا أكثر بخاف من هذا الشيء من هلأ بنتي عمرها سنة بخاف على حالي كيف بده يكون كيف يعني بخليه براسي ما يكون مصبوط وهي عمومة عشان طبيعتك لازم تحارب على الشيء بالقرب من المكعب تتمنى أن تكون علاقتك وثيقة بأطفالك العاصفة هي المخاوف والضغوطات والإحساس بالتهديد والقلق غير واضحة الرؤية أو في الأفق فأنت في سكون داخلي كلما اقتربت العاصفة كلما اقتربت تهديد المباشر أنت قلت نعم تعصف العاصفة؟ لا من دون التأثير عليها تعتبر التهديد أي تهديداً كان قابل للسيطرة ولديك ثقة في قدرتك على حل المصاحب شكرا حلوطة حلوطة صح نعم نزيز اي بي توكس كارد جيم عندك؟ عشان نلطف الجو شوي هذا حلو بعد بس هذا بس بنسلسل على واحد حلوطة شوف هندي نسأل أحبين هو الأشي أنا حكرة كتير بحبين هذا بنخليه له واحد ها عشان يروح عند مادة الانصاح وتلعبون الكارد جيم اللي نحنا سوينا الفريق تشتغلوا عليه سنتين كاملين أه؟ والله فأول شيء انت مكس أخلط وأنا بختار لك السؤال تقول أخلط بالإمارات؟ أخلط 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 وما تخلط خذك على الحمام أوكي أه؟ جميل جميل ما هو أهم درس تعلمته من والديك؟ قوم ما تجاوب أرمي هذا هذا بيقولك كيف بمفروض تجاوب برمي هون؟ أي مكان فلب يعني لا ما في فلب ما عنا فلب أنا ما ضيق لا أوكي مدام فلب يعني مفروض أنا جاوب فأثنينتنا بنجاوب أوكي بير أنت شو الدرس اللي تعلمت من والديك؟ أنت بلش أنا فلب صح نتبع القوانين تعلمت من أمي الإنسانية وعدم الحكم على الناس هاي من الأشياء؟ أنا تعلمت واحد أشياء بس كير بنشبه بعنا هاي من نمواما كير بيشبه من أبوية نظامي وعيد منظم ويوم يحط شيء في مخة يدرسه صحي يعني يشتغل عليه لما يحصله يعني ما شاء الله يحصل أفضل موظف في الإمارات يمكن مرة ورتين يوم يحط في بالي يدخل مجلس الوطني يدخل مجلس الوطني فحلو تشوف هاي شيء أنت عندك هيدا الشيء؟ هاي عندك ايه؟ هاي محط شيء في مخة هلو هلو أنا كتير غريب أنت حلمت من بي كتير أدي حس بالناس وحس بوجه عن الناس وأحزن لحزنن إذا بدك وقف جنبن كتير وأتعلمت كمان شغلة تانية أنه كون كتير راضي عن محلة يعني عن أنا كيف لو كان أنا كيف مش هو كان هدفي بالحياة بس الأناعة إذا بدك تنيع القناعة بأنوان من إما تعلمت كتير كتير الاجتهاد وأنو وأنو كل شيء أخده ببسمة يعني جرب قدمة فيه ما خلي الحياة إذا بدك تشيل البسمة أو يكون فيه نقد حلو حلو أنا إما بيك كتير عكس بعضهم من شغلة واحدة للأولاد أنا بقول ممكن عنده انفصام من وراهن لأنو بيك إن حالا إذا جبنا لتسا 12 على 20 يزقف إنو واو جيبت 12 إما إذا جبنا 19 ليه ما جبت 20 سو كانوا كتير عكس بعض بهذا الشيء سبحان الله إيه سو أنا ما بعرف كيف رح كون مع ولادة بدأ جرب أعمل البالنس لأنو إيه أنا ولا يهمني أقوله منجحه شد حيلك إيه مزبوط لا فرق هل تسعة وتسعين وتسعين ما فرقت في حد ولا أنا إذا نيكولاد تقدر تسترجع الماضي ولا تروح للماضي هم وتقول أي شيء لنيكولاد طفل شو بتقول له ماش حالا بقول له إنو هيك حبيبة إنت قدم رأس بشية بشعة ومتع تلهام كل شي رح يكون بعائد هم هم كميل هتحس كان يحتاج يسمع هالشي ايه أكيد هم معكلش خبرتك منهم يحتاج يسمع هالشي ايه أكيد هم هي طفل عدة مراحل كانوا طفل 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 وزياد الحرب ما بتساعد يعني كمانا في مرحلة طريقت أبعد عن عن باية لأنو كان نحنا بايتنا كتير قريب كان على الأصر الجمهوري فكان في كتير عنا أصر بالبيت وبالمنطقة صلحنا على صور أنا وأمي وأخواتي وإخواتي وبيبق بيروت كان عمر تسعة وكان فيك حتا مشتلي بالتلفونات فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تعالف أن انه بايت جدا بالتلفونات طبيعي يعني ما تنلام شو أكثر شيء مؤلم حد قال لك وما تقدر تنساه ما عرف حلوسه مؤلم حدا قال لي ومؤلم أنساه تعرف هو مش حدا نقله بس كان في مرحلة ما في انساهها كانت كتير مؤلمة بحياتي لما كنت بعدني عم بدرس مسرح و وعبارق اشتغل تيفي وحتى أول ما بلاش اشتغل تيفي عم بحكي كتمثيل كتير كنت حس انه المنتجين والمخرجين ما بيشوفوا فيي إذا بدك أنه أنا بستاهل دور كبير مع أنه أول دور عملته تاني دور عملته بالبنان كان مسلسل اسمه حلم قدار كان بطولتي أنا وريدتها حايك 2006 كان ومن بعدها ما رأيت مرحلة ما كان يجينا أبدا أدوار حلو بالعكس يجينا أدوار ما قلع طعمه هيك حسيت حالي فشلت يعني حسيت أنه ما قلع فيه ما قلع فيه هيدا بتخيال كنت كان شي كتير مؤلم لأنه مش بس كنت عم بتجرب كنت عملت شيء وبعدين كأنه هيدا الشيء عرفاضي أوكي واوا الناس تير حبتني وحبونا كتير كتير كتابل ومدرشوه ومن ثم صال لي شيء أو أدوار ما قلع طعمي بس هل فيه نيكولاش شيء في المدرسة ولا من أمك ولا من أبوك ولا من حد في الحارة حد قال لك شيء أو حد كان يحكم عليك مثلا في البانيل هذا ما للتمثيل أو مخرج أي شيء حد قال لك وكان مؤلم وما تقدر تنساه يعني مثل ما مرات تسمى حد يقول حق واحدة أنت ما تسوين شيء ايه عم جاري تفكر هني تبعرف يعني كأنه أنا أخذتها كأنه نقلّه أنه أنا ما بعرف مثل بس ما سمعت يعني فهمت بس لما بتعمل شيء هيك بعدين تحس أنه ما عم تجيك أدوار بمهنتنا كتير صعب كتير بدي يكون عندك هيدا أنك تنطر ولما بتبلش كفير صعب يكون عندك هيدا هيدا بتبلش تكون ناطر عملت شيء اليوم بدي الفيدباك بدي حد يحكيني بدي هيك وكتير بحس المسليين خاصة المبتدئين بتخيل كتير بيمرؤفية يعني بتعمل أنت دور معايا تحس حالك عامل شيء حلو النتيجة الطبيعية أنه يجيك من بعده عشر أدوار كنت تعمل أوقات شيء حلو تحس أنه الناس كلها اختفت وكلهم عم يشتغلوا وأنت لا ما فيك ما تفكر أنه what's wrong with me صح هيدا كانت كتير مرحلة مؤيمة مادلين شو تعني لك اف تعني لي كتير تعني لي الحنان الشريكة الحدن يلي بشيلني المحلات يعني هي بتقلق أنه أنا أمهر سوبر هيرو أنا بحس أنه هي ما يسوبر هيرو لأنه ما معقول قديش حدن بيعمل مليون شغلة بدقيقة وقدي حدا كلوقت مبتسم ومبسوط لو شو ما كانت المشاكل اللي عمتوجهها فكتير بتعني لي أنه في حد شريكة شريكة قوية سيا وسيان سيا وأنه حبيبي تعالف أوقات كيستة بخاف فكر بقدير بتعنيلي او بخبه بحس الشعور كتير فيه كون اوколات شوية ب threats يا قتي شوية بهرب منن يعني باهرب من فكر قصدي بحس حالي انه خاصا لما كون مسافر هلأ مثلا عندي برو جيم كان يكون وقت طويل برات لبنان ما عارف إذا هن رح يروحوا أولاء لأنه حسب وين البلد وكل هالقصر سو بفكر إنه إنه ما بعرف قد الواحد لازم يفصل حياته عقياسة بنفس الوقت بعدها كتير صغيرة فما لازم بس بحس رح يكون عندها هيدا الباور علي يعني مرت ما عندها هالباور لأنه مرت حدا كتير فلكسيب المعي المهم تشوفني مبسوط وبعرف إنه مش مش عم تعمل حالة هيك بعرف إنه هي إذا أنا مبسوط باليابان رح يكون مبسوطة هلأ قد عندها هيدا الباوريتي إنه تكون سيلفلس لما تحب حدا سو كتير سيغان كتير بخاف تكون مثلي يعني بخاف تكون حدا قصصف حدا بده الناس حبه كده لوقت حدا هيك فبحس هيدا شي كتير معولة يكبلني بمحلياته شو هاي يمكن لو الورد اللي على الكيوب منوش شخص كل ما تذكره قلبك يحزن؟ كل ما أذكره قلبك يحزن؟ بأي وإمي نايناتهم بحزن محليت لأنه يعني بإفانتس مهمة بحياتك تتحزن يعني لما تعرفت عمارتي زعلت إنه ما فيه عرفهن عليها لما خلقت بنتي إنه ما فيهن يشوفوها بتفاصيل هيك بحياتك لما عملت الفيلم بهوليوود بيزعل إنه مانون هون تيشوفوا إيف لايك وش عملت هيك بمحلات معينة بالحقيقة بتحس إنه تتمنى يكونوا هون وبوك ما علي حاجة يشوفك ممثل؟ لا مش بشوف المسلحية تتخرج تبعي أنا تخرجت من الثياتر قبل الهندسة وكان مش معقول كده الوقت عم بخبر قديها المسلحية حلوة وقدي أنا اللي عمله حلو هيكي was very proud إذا نيكولا تقدر تكتب رسالة لأمك اليوم وتجراها شو بتكتب لها؟ بقلها thank you كتير على قداء كانت تضحي كرمالنا وعلى قداء حبتنا وفرجتنا شو يعني حب من قلبها وعلى قداء لغيت حالة كرمالنا مع إنه ما كان لازم هالقلد برأيي وبقلها بمحل كتير جواتي I struggle لا أظهر من الجلد لأنه أنا مثل بمحل كانت في جبارتا تعمل هربون مارولا كتفكر حالي رح فيضا بس كمان بعرف جواتي أنا بتعرف إنه أنا كتعم بعمل هيدا الشي كرمالا بس بس وبقلها يا ريت سمعنا منيك وسفرنا بداية من فضع المستشفى الوالد شو كان اسمه سليم سليم وإذا الوالد سليم تكتب له رسالة اليوم شو بتكتب له بقل له إنه قداء هو سافر وراح وإجا والكولتشر اللي عنده إياها اللي اللي كان يشربني إياها إذا بدك من أنا وصغير وهو 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 قداء هالحب اللي كتحسه منه واللي بعدني بحسه له منه هون بحس كده إلي الناس اللي بحسوه وبقل له إنه هو عنده مع أنه كان رافض بالأول بس هو إيدو الفضل اللي أنا منثل هلأ لأنه هو علمنا كتير كيف بلا ما يقصوا تحط حالي محل ناس الأمباثي اللي كان عنده إياها ومحلات كان يسمعني أغاني بتذكر لعشال الأزنبول كان كتير يحبه عنده مثلا غنيه اسمه إياه غونكور اللي هو مبارح الغنيه بتقول مبارح كان عمر عشرين سنة كنت عم بلعب وما عارف حدا رح يخطر وكل هور أنا هول كان عمري عشر سنين اسمعون وابكي سو كنت حط حالي بلا ما أعرف محل حدا عمره ستين عم يبكي على الحياة اللي راحت يعني كتير بيه كتير لعب دور بإني كنا نمثل إن كان الأفلام اللي حضرني إياها إن كان أغاني شال الأزنبول يعني كل واحدة منهم كتلاقيها مشهد وحس إنه بدي عيشها هالإحساس المرهف كتير بحس إنه أنا أهم إنه أنا ممثل أنا أهم كشخصيته يعني بحس شخصيته خلتني كنا نمثل أهم وخيك شو حابد قول لسيان يوم هي بتكبر وبتشوف الفيديو بيش بدي إلا إنه أنت هدية من الله لأليه لأنه مش بس أعطاني بنت أعطاني بنت هالقد متل ما أحلم بنتي تكون من كيف تتطلع فيها لكيف تتحك لها شكلها وقاتها لكل شي فيها وبوعدك إنه لنهار اللي بموت فيه أه هبطاني أعمل مستحيل حتى ما تنقذب ولا بربها شغلة بحياتي كلبة أحبك كتير بحفظها حبيبي أخذي أكل هذا نعم لو نيكولا ناخذ قلبك ونطلع شو قلب نيكولا يقول لنيكولا قلب نيكولا بقول لنيكولا أنه تعلم ما هلقدر محل تسمح أنك تزعل أو تنقذها لأنه الحياة تخلص بساني فكل شي بيصير معك عرف أنه مؤقت آخر سؤالين إذا عندك النعمة أن تكون حول مادلين وسيان أخوك أخواتك أي إنسان حين تحبه حتى حصديقك العزيز كلهم حولك وانت على آخر لحظاتك شو تحس تبدو قلهم بوقتها تحس بقلهم أنه كتير سعيد أنه أنا عم فل قبلهم لأنه كل اللي ذكرتهم أنا بنسبة إلي إذا أنا عم فل قبلهم بكون كتير مبسوط تحس بقلهم تحس بقلهم تحس بقلهم زيادة سوائن معمود منهم يبقون سؤال الأخير نيكولافي كلمة نيكولافي كلمة كتير ناس مجموعة ناس مجموعة أشخاص نفس الخاتم اللي عندك التيتر 100% هلت نين بس أنا أكتر شكرا 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 هلت رائع أنت الحديث معك ما معقول نخليك سوي من قلبي مثل ما أنت تمثل من قلبي لا كتير من قلبي كتير أنت حضا يعني ما بعرف أصلا مين خرج يعمل هيك شي غيرك بالحياة لأنه أنت شخص ما معقول أدي حقيقة من جوا وأدي أنت شخص باللي عم تحكي معه وأدي تترك الحد أن يحكي أنت وهيك you're receiving شو عم بقول فورا this is amazing شكرا 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 مع نيس تقرب منك بالحياة لأنه شكرا أنا أعاد منك شكرا شكرا نحن يبدو نقصر كلنا نقصر بس أحاول أكون إنسان وحاول أظن أحاول أكون إنسان أكثر هذا هو حقيقي أنت أنت كنت شجاع أنك قدت هالشياء اليوم يعني قصة الوالد وقصة الوالد وحياتك يعني وشجاعتك لكل أنت كنت شجاع جداً أتوقع كل حد أن يعرف أنت جداً كنت شجاع أنك قلت هالشياء اليوم وائد ناس يمرون في هالضروب بس ما يقولون وأنا مرات أحس أنك ما تشارك هالقصص الصعبة من الأنانية بس لو أنت إنسان معطاء وسيلفلس مثل ما تقلت تقول يا أخي تصفيني أنا الموضوع مون بس عني أنا الموضوع عن آلاف الناس وأتوقع ناس بيراسلونك بعد هالمقابلة بيراسلون بيقول لك شكراً أنا ترى مريت في هالشياء أنا كذا صار لي وأنت ريحتني أنا دائماً متأت أنني بدأ أقول هذا الشيئ دائماً أنا دائماً أتوقع أني دائماً كنت أقول بس كنت أحسن ولأ مرة حسن بهالقد راحة أنه إدد أحكي من هيك أقول لك تانكي أنك مجدد في هذا المعقول اقول معقول لا بس اتركتها عشان انا بقلت انا انه اذا حسيت حالي مرتاح انه انه يهافتو سيد نيكولا اذا انه ليس الان انا بس انه هادا شي يازم تقوله صحيح قلت براسة انه خلص اذا عن جد هيك انه اذا فلوز راح اقوله ولما سألتني السؤال اذا هيدا هو يعني هيدا الساين اللي كنت ناطره تحكي سبحان الله انا شفتك شفت مخك راح ايه راح اذا بخبر او ما بخبر اتفصل ورجعت بعين قد لا ما خليها انا رجع لها من اك اتنا لا اكنا اعطار صحيح اشتركوا في القناة